لدى استقبال سموه للأمين العام لجامعة الدول العربية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الأمة العربية تعيش في الوقت الراهن أوضاعا صعبة وتواجه تحديات تهدد أمنها واستقرارها ومن حق أبنائها العيش بسلام من أجل تنمية والبناء وقال سموه إن ما نحتاج إليه اليوم هو أن يكون الوعي العربي على مستوى تلك التهديدات وأن يكون للأمة العربية هدف مواحد يعزز من قدرتها على مجابهة كافة التحديات وعرب سموه عن أسفه من الأحداث التي طالت بعض الدول العربية في أمنها واستقرارها وقال إن أولوية العمل العربي المشترك يجب أن نتوجه إلى كل ما يلم الشمل ويسهم في وقف استنزاف طاقات ومقدرات الشعوب العربية ويقوي من قدرتها في مواجهة الإرهاب والتدخلات الأجنبية وكان صاحب السمو الملكي رئيس وزراء الموقر قد استقبل صباح اليوم بقصد إقضيبية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث تم بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية وخلال اللقاء كد سموه أهمية الدورة لتلعبه جامعة الدول العربية في مواجهة ما يحاك ضد الأمة من مخططات لتقسيمها وإغراقها في الفوضى والدمار مطالبا سموه بالعمل من أجل تطوير منظومة العمل الجماعي العربي بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها وقال سموه إن جامعة الدول العربية تشكل إطارا عربيا معبرا عن رغبة الأمة وشعوبها في الوحدة والتضامن وعلينا أن نعمل من أجل الحفاظ على هذا الكيان العربي الهام وأن نطور آلياته وأدواته بما يجعله أكثر قدرة على الدفاع عن المصالح العربية المشتركة كما شدد سموه على أهمية تعزيز العمل العربي المشتركة على كافة الأصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي في مواجهة ما يحاكم من مخططات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وأشهد سموه بالجهود التي يقوم بها السيد أحمد أبو الغيط الأمن العام لجامعة الدول العربية في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ودوره البناء في هذا الشأن مؤكدا سموه دعم المملكة للجامعة العربية في جهودها الرامية إلى لم الشامل العربية ومن جانبه أعرب الأمن العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على ما يتبناه سموه من مواقف ذات بعد عربي وقومي الأمر الذي يجسد الحكمة السياسية التي يتمتع بها سموه والتي كان لها تأثيرا كبيرا في خدمة القضايا العربية وأعرب عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة والمساندة للتضامن العربي في مختلف المجالات وما اتخذته البحرين من مواقف مشرفة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية في مواجهة التحديات الرهنة